أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة دراسة رفع الحد الأدنى للأجور وتبعاته على كافة القطاعات والأخذ بعين الاعتبار مدى تأثير ذلك على فرص العمل وقطاعات الأعمال التي تأثرت بالجائحة واعتبر المنتدى أن نسبة الرفع المقررة للحد الأدنى للأجور 18% من 220 إلى 260 دينارا تعتبر مرتفعة في ظل حالة الركود الاقتصادي السائدة والارتفاع في معدلات البطالة السائدة والتي اقتربت من 23% وبينت ورقة المنتدى أنه بالرغم من أن شركات القطاع الخاص تحاول التكيف مع أوامر الدفاع المختلفة التي نظمت العلاقة ما بين أصحاب العمل والعمال فإن أرقام دائرة مراقبة الشركات تظهر أن 1426 شركة تم تصفيتها اختياريا منذ بداية العام الحالي فيما تراجعت أعداد الشركات المسجلة بنسبة تصل إلى 22% وهذه تطورات تعني أن أمكانية الحصول على وظيفة أصبحت أكثر صعوبة حتى قبل زيادة الحد الأدنى للأجور